كلام مهم جداً لكن قلت لكم طبق الإخبار الأول هتقدمه لنا الزميلة مريم ساميح في إطلالة إخبارية مهمة اتفضل يا مريم برحب بيك طبعاً أستاذ إبراهيم برحب بحراتك بشموان سعدي ورحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان طبعاً زي ما حراتك قلت معانا عدد كبير جداً من الأخبار ولكن خليني أقول أننا الحياة محظوظة جداً أننا أكون معاكم لتاني مرة في الأهلي في رمضان أكيد يعني سعيدة جداً وفخورة جداً بوجودي معاكم نهاردة عندنا عدد كبير جداً من الأخبار متعلقة سواء بتصنيف المنتخب المصري عندنا كمان يمكن المنتخب الأولمبي أخبار عنه عدد كبير من الأخبار وطبعاً هنتطرق لقرعة طبعاً الإفريقية اللي كانت بتقرأ منذ قليل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بالنادي الأهلي اتفضل خلينا نبدأ أولى أخبارنا النهاردة البداية طبعاً من الاتحاد الإفريقي الكاف واللي أعلن اليوم الخميس فتح الباب أمام طلبات تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 وذكر كاف عبر موقعه الرسمي أنه تم اتخاذ قراراً لفتح ملف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2027 بسبب طلبات العديد من الاتحادات الأعضاء وحكومتهم لاستضافة البطولة وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الدولة التي ستستضيف كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس الأمم الإفريقية 2027 في نفس الوقت وذلك قبل شهر سبتمبر من هذا العام نروح بقى دلوقتي الأخبار اتحاد الكرة ومنتخب مصر منتخب مصر طبعاً النهاردة بيتقدم أربع مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمنتخبات ليصبح في المركز 35 عالمياً بعد أن كان في المركز 39 في التصنيف الماضي واحتل منتخب مصر المركز الخامس إفريقيا والرابع عربياً بعد الفوس في مبارتي شهر مارس أمام ملاوي في التصفيات الإفريقية بنتيجة 2-0 ذهاباً وأربعة صفر إياباً وتصدر طبعاً ترتيب العالمي المنتخب الأرجنتيني على حساب منتخب البرازيل والذي تراجع للمركز الثالث ويأتي في المركز الثاني المنتخب الفرنسي ولسا مكملين طبعاً مع أخبار التحاد الكرة من المنتخب الأول للمنتخب الأولمبي حيث بدأت إدارة المنتخبات في التحاد الكرة في فتح قنوات اتصال مع المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام بالمغرب من أجل خوض مباريات ودية أمام منتخب مصر الأولمبي خلال معسكره المقبل ووفق مسؤول التحاد الكرة على طلب البرازيلي رجوريو ميكاليا المدير الفني للمنتخب الأولمبي بإقامة معسكر تدريبي مغلق للفريق خلال الفترة من 27 وحتى 30 من إبريل المقبلين يتخلله طبعاً مباراة ودية دولية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام كمان النهاردة ألقى روجيريو ميكاليا المدير الفني المنتخب الأولمبي محضرة للمدربين المشاركين في الدبلوما أي طبعاً الإفريقية واللي بتقام بمركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم وكذلك طبعاً ليوناردو المعدة البدني بالمنتخب الأولمبي من اتحاد الكورة بقى والمنتخبات نروح للنادي الأهلي والاستضافة النهاردة مراسم قرعة بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد رجال وبطولة إفريقيا للأندية أبطال القؤوس رجال وسيدات المقرر طبعاً إقامتها في ضيافة الأهلي في شهر مايو المقبل حضر طبعاً القرعة كل من محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة أيضاً حضر الكابتن خالد العواضي مدير النشاط الرياضي ومدير البطولة وقيادات الاتحادين الإفريقي والمصري وأصفرت القرعة عن وقوع النادي الأهلي رجال بالمجموعة التانية بجانب أندية رجاء المغربي وكيركس الإثيوبي وفاب الكاميروني وسبورتينج وأصفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية أبطال القؤوس للسيدات عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة التانية بجانب أندية طبعاً بريميرو الإنجولي وهب تاكود بوار وفاب الكاميروني وأوتوه الكنغولي وبمناسبة قرعة بطولة إفريقيا طبعاً لكرة اليد بالأمس أجريت قرعة دور منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم وأصفرت القرعة عن مواجهة قوية ما بين النادي الأهلي ونظيره طبعاً الرجاء المغربي في ربع نهائي المسابقة القرية حيث تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يعني يومي 21 و22 من إبريل الجاري والعودة في المغرب طبعاً هيكون يومي 28 و29 من إبريل الجاري وفي حالة طبعاً تخطي الأهلي يمكن في هذا الدور تحديداً هيواجه الفائز من مواجهة الترجي التونسي وشبابة القبائل الجزائري في الدور نصف النهائي تاريخياً طبعاً واجه النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي في تسع مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي حقق طبعاً الفريق الأحمر الفوس في تلات مباريات وتعادل في أربع لقاءات وخسر في مباراتين فقط وأحرز الأهلي في شباك الرجاء المغربي 17 هدف واستقبل 16 هدف لسا مكاملين طبعاً أخبارنا مع دوري أبطال إفريقيا والمراضي مع المتقلق الفولت العالي محمود كهربا نجم النادي الأهلي حيث أعلن اتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر عن حصول هدف كهربا الذي سجله في مرمى الهلال في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على جائزة أفضل هدف في دور المجموعات بتصويت الجماهير واستعداداً لمباراة نهائي كأس مصر رفع السويسري طبعاً مرسل كولر المزير الفني الفريق شعار لا وقت للراحة ورفض منح اللاعبين راحة عن التدريبات اليوم الخميس وقرر أخوض التدريبات استعداداً لمواجهة بيرميدز في نهائي كأس مصر في المباراة التي تجمعهم مساء الاثنين المقبل على استيد القاهرة وكان الاهلي طبعاً قد حقق فوز كبير على غزل المحلة بثلاثية نظيفة أمس في المباراة التي أقيمت بينهم على استيد القاهرة في الأسبوع 23 لبطولة الدوري الممتاز لطبعاً يعني رفع بكده الاهلي رصيده لـ 47 نقطة لواصل انفراده بقمة ترتيب الدوري كمان شركة تذكرتي أعلنت طرح تذاكر نهائي الكأس بين الأهلي وبييرميدز وكشفت الشركة عن إطلاق تقنية جديدة من أجل محاولة حل أزمة الضغط طبعاً على حجز التذاكر في المباراة الهمة لخدمة طبعاً جديدة تحاول توفير مبدأ تكافؤ الفرص للجماهير التي ترغى في شراء التذاكر حسب بيان طبعاً شركة تذكرتي وأخيراً نهاردة كمان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنيدي الأهلي يخوض تحدي مهم جداً عندما يلتقي مع الزمالك في أول لقاءات الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين والذي يقام بنظام باست أوف فايف ومقرر طبعاً أن تنطلق المباراة في الحدي عشرة مساء وتقام على صالة برج العرب بالأسكندرية ويسعى الفريق إلى الفوز بها وتحقيق ضربة بداية قوية في نصف النهائي وتقام طبعاً حالياً مباراة الفريق الأول لكرة اليد الرجال بالنيدي الأهلي مع البنك الأهلي رابع لقاءاته في الدورة المجمعة لنهائي بطولة الدوري وبتقام حالياً على صالة الشروع وتمثل المباراة مهمة كبيرة جداً ومحطة كبيرة جداً للفريق في مشوار المنافسة على اللقب يمكن دي كانت كل أخبارنا اللي معانا النهاردة ولكن يعني حابة أسأل لبشوان سعادلي سؤال هم جداً لباعل طويل في العلعاب الأخرى داخل جدران النيدي الأهلي طبعاً يمكن إقامة بطولة الأفريقية أو السوبر الأفريقي طبعاً لكرة اليد واستضافة النيدي الأهلي لهذه البطولة وأيضاً بطولة الأندية أو يعني الأفريقية الأندية كأس الأبطال أكيد حدث هام جداً مشوان سعادلي يمكن كل الأنظار هتتجه لمقر النيدي الأهلي بالجزيرة خلال فترة المقبلة وسائل إعلام كل الفرق المشاركة في هذه البطولة أو البطولتين هيكون لهم تغطية كبيرة جداً وهنشوف أكيد استضافة النيدي الأهلي بيدعكس بشكل إيجابي جداً وكبير جداً على وسائل إعلام المختلفة شوفي أولاً مجموعة حفلة من الأخبار وجولة بين المنتخب المتخبات الأول والأولمبي وأيضاً مجموعة من الأخبار عن كل الألعاب سلة ويد وكرة قدم تخص النادي الأهلي بالنسبة لفكرة يعني ترحيب أو اندفاع النادي الأهلي في استضافة البطولات وتنظيمها هو بيتتصق تماماً مع مسؤوليته وسياسته واتساقاً أنه ماشي مع الدولة كتف بكتف يعني النهار ده احنا بنشوف الحرص الشديد من كل الدول الإفريقية على استضافة الأحداث الرياضية فلما تيجي الدولة وهي واخد هذا الطريق وعماله تستضيف في البطولات ويأتي الأهلي عشان يساعد على مستوى الأندية بقى أنه يا صديف البطولات دي أولاً بيجعل الرياضة المصرية في دائرة الضوء سانياً بيزيد من حظوظ الفرق المصرية في الفوز بالبطولات سالساً بيزيد من خبرة وتكريس الخبرات في تنظيم البطولات في الألعاب المختلفة خطوة مهمة جداً جداً أثق أن النادي الأهلي حيوديه على أعلى مستوى من الناحية التنظيمية كل ما أتمناه الحقيقة أنا يعني شفت الأرعة سواء في كرة الخدم التي أوقعت النادي الأهلي مع الرجاء اللي هو أفضل أداء في دور المجموعات يعني بحكم العلامة الكاملة والعدد الأهداف التي حرزها يقدم مستوى رائع جداً ولكن إحنا داخلين على مرحلة تحديد البطل ستقابلني النهاردة العاجل بكرة يعني إذا فاز الأهلي كما نتمنى سيلتقي الفاز من الترجي وسيمبا التنزاني إذن هو في طريق ترجي وشبابة القبار أسف وشبابة القبار سيمبا مع الودان يعني التماشي واخد شمال أفريقيا لحد الفاينل فالتحديات الكبرى هي اللي بتخلينا في حالة من التركيز أنا أحب التحديات الكبرى نخش بقى على كرة اليد هنجد أن القرعة أيضاً أوقعت الرجال والسيدات في مجموعة قوية يعني أنت لما تقولي أقوى الفرق طبعاً كان ممثلي مصر وتونس الترجي اعتذر كنت أتمنى استمراره كان حيثري البطولة طبعاً فيبقى ثلاث فرق من مصر الآلي والزمالك وسموح الثلاثة دول هما في بالمنطق بحكم ريادة النادي الآلي في كورت المصر في كورت الرياد الفرق يعني من أقوى الفرق بلاش نقول أقوى يعني فالآلي هو وسبورتينج في مجموعته والسيدات أرعيتها أصعب شوية لأن أنجولا في كورة اليد أيضاً في السيدات حاجة تهيلة جداً ولكن مثل هذه الصعوبات هي التي تخلق المنافسات القوية وتسير الحماسة وتدي الخبرات الكبيرة التي نتمنى تكون فنية وإدارية ويستطيع النادي الآن يحقق يعني بطولة أولاً بطولة السوبر يعني مجموعة من التحديات خلال شهر إبريل كبيرة جداً جداً كورت السلة أيضاً ينتظرها تحدي النهاردة والتر هود عاد إلى بلده وعاد المحترف السابق تومسون ماكل تومسون يعني بإذن الله يعني هو كان قرار فيه حكم ما شوية نكتجي بنفس المحترف اللي كان معاكي عشان يفضل على قدر الانسجام والاندماج ما يبقوش فيه غرابة ونتمنى له التوفيق لأنه هو الحقيقة لما مشي تومسون كان بدأ يتقلق يعني المرحلة اللي مشي فيها قدم أقوى أداء فنرجو أن يعود على هذا الأداء ويكمل مسيرة والتر هود ويستطيع كرة السلة أن تكمل مشوار السعادة مع جماهر إن شاء الله وإن شاء الله نشوف النادي الأهلي الأيام المقبلة على قدر المسؤولية زي ما نحن متعودين نايمان وتكون بطولة كبيرة أو بطولتين كبيرتين بتقاوم على مقار النادي الأهلي بقى الجزيرة زي ما النادي الأهلي طبعا دايما معودنا بشكر حضراتكم مرة تانية أعزين بقى لوناشت إن كان في حضور جماهير يابراهيم بقى آخر حاجة إن جماهير تيجي بنفس الوعي بنفس الحماس بنفس المسؤولية علشان نكمل مشوار نجاح لحضور الجماهير طبعا شفنا صورة مشرفة جدا الحقيقة أستاذ القاهرة نرجو أن هي يتم تكرارها أكيد داخل جدران النادي الأهلي ومقر النادي الأهلي بالجزيرة أشكر حضراتكم جدا شكرا جزيلا للزميلة مريم سميح وهذا طبع الإخبار المتنوع الحقيقة اللي فيه جولة بين كل الألعاب سواف الأهلي أو المنتخبات الوطنية